هنبدأ ناخد بقى الكبدة بتاعتنا هي زي ما انتوا شايفين الكبدة بتبقى حلوة قوي لو احنا بنعملها كده حطينا معاها نص معلقة توم بس وقلبناها فيها هتلاقوا ريحة الكبدة بجد تجنن نص معلقة توم ولو في لامون كمان تبقى حلوة جدا نص لامونة برضه هتصبت معاكم جدا ولكن الاكلة بتاعتنا النهاردة احنا بنعمل زي ما هو على عربية بالزبط في الشارع ومعنا نسمة من الجيزة معنا اتصال نقول الو ايوة يا نسمة الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته استسدنا ازاي حضرتك حبيبتي يا نسمة تسلميلي يا رب نورتين منورونا نورونا ياسسة فريدة ومشرفونا وعايزة اقول لحضرتك دايما عاملالي احراج مع الولاد يعني دايما مناف فريدة اشوفي طب حاجاتها بجد ما شو الله خاصة للحلويات تسلميلي يا رب حبيبتي يا نسمة فالواحد يعني بيتعلم من حضرتك وحمد الله على سلامتك وحقيقي مشرفونا ومنورونا حبيبت إسلاميلي يا رب إسلاميلي اللي جمعتنا كلنا في الصحة والجمال جدا جدا أنا سعيدة أنا شفت حضرتك والناس كلها تستفد منك لأن فعلا حضرتك مناخد منك معلومات رهيبة وجميلة جدا ربنا يخليك يا رب نوراني أستفاري مش أطول عليك بقى ويخليك للناس يتفرجوا على حاجاتك جميلة حبيبت إسلاميلي يا رب نورتيني نورتين يا نسمة شكرا لتصالك هنبدأ بقى يا شيف كريم نغطيها ونسيبها على المرة هادية تمام لو حبين يا جماعة تحطوا معلقة صلصة على الكلام ده كله ممكن نحط معلقة صلصة هتبقى حلوة جدا كمان هتدي معنا صوس طبعا الصلصة ممكن نحطها على النوع ده بس اللي هو بيكون متقطع تمام التانية ديت مش بنحط عليها أي حاجة ما ينفعش نحط عليها صلصة هنسترنا بس لما تبدأ تستوي شوية وهنديها معلقة من الصلصة نبدأ بقى نعمل الكبدة بتاعتنا هناخد طاسة جديدة بقى يا شيف كريم طاسة جديدة هنبدأ نشوف هنعمل ايه زي ما انتو شايفين كده الالوان الحلوة قوي ديت بجد حلوة قوي انا هبدأ بقى في الكبدة شيف كريم هيقطع لنا شوية فلفل اخضر ما يكونش حامي كفاية فلفل حرق كده لو اني دي بتحب الحرق بس اوكي بس كفاية كده كفاية لحد كده طيب هنبدأ بقى احنا هنا هنبدأ نشيل ديت معنا هناخد هنا وهنبدأ نشيل دي عشان نبدأ في حاجة جديدة خالص شوية كده نبدأ نخليها هنا عشان دي كده خلاص جاهزة هنا بقى الكبدة هناخد لها شوية زيت اساسي الكبدة هناخد لها شوية زيت حطنا يا جماعة الفلفل الثوم وحمرناه وبدأنا نحط معاه الكبدة زي ما انتو شايفين طبعا زي ما انتو عارفين كمية الثوم بنتحكم فيها على اساس احنا هنعمل كمية كبدة او سجوقة او اي حاجة قد ايه البهارات بترجع لكم انتو في الاكلات ديت ولكن انا بفضل بالنسبة للسجوقة ملح وفلفل بس والكبدة كمان هتكون حلوة بملح وفلفل بس هنخلي الشيف كريم يقطع لنا شوية فلفل كمان طبعا يا جماعة الاكلة ديت حلوة جدا جدا وانتو عارفين الولاد بيستسهلوا جدا اكل الصندوشات وحتى لو من غير صندوشات ممكن تتاكل مع مكرونة بالسلسة هتبقى كمان حلوة جدا جدا احنا هنا زي ما اتفقنا الكبدة بنحط لها ملح وفلفل مش هنحط لها اي حاجة تاني هتبقى حلوة جدا كمان شكرا يا شيف كريم ناخد بقى الفلفل يا شيف كريم ناخد الفلفل الاسود زي ما انتو شايفين يا جماعة بنبدأ نخليها تتبل بقى ولونها كله يتغير طبعا الملح بيخليها تتبل معانا اسرع انا حطط لها شوية زيت صغيرين جدا نسبة زيت قليلة جدا اشتركوا في القناة